وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل أخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج بقي عندي من الأمس مجموعة أسئلة الأخت أم مطر من عمان أجبنا عن بعض أسئلتها في سؤالها الخامس تسأل تقول يعني في أزمة كورونا يصلون في البيت يعني الزوج والأولاد وكذا تقول يعني هل يجب علي أن أصلي معهم أختي أم مطر بارك الله فيك بالنسبة للمرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة لا في المسجد ولا في البيت ولذلك لو لم تصلي معهم لا حرج عليك في ذلك لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنك تشهدين الصلاة مع زوجك وأولادك منظر الجماعة جميل واجتماع الأسرة في العبادة أيضا شيء أجمل حينما تجتمعون في الطاعة وفي العبادة بارك الله فيكم لكن لو لم يحصل ما عليك شيء ولله الحمد والمنى أم مطر تسأل عن أذكار الصباح تقول هل يمكن أن آتي بها قبل أذان الفجر الجواب لا يا أم مطر أذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت الفجر ووقت الفجر يبدأ متى من أذان الفجر فإذا أذن الفجر جاز لك أن تأتي بأذكار الصباح على قول من أقوال أهل العلم ومن أهل العلم من يذهب إلى أن تبدأ بعد الصلاة الفجر وبعضهم يعني يتوسع في هذا عموما الراجح من قول أهل العلم أنك لو أتيتي بها بعد الأذان يعني رددتي خلف المؤذن ثم قلت الدعاء ثم صليتي السنة القبلية سنة الفجر القبلية وجلستي في هذه الفترة فترة زمنية يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء وجبتي أذكار الصباح هذه نعمة من نعمة أما قبل الأذان لا هذا من قيام الليل ومن أذكار واستغفار الليل أبو محمد من السعودي يسأل عن تفسير قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يقول ما معنى الوحي هنا أخي أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة للفظة الوحي تطلق على معاني المعنى الأول نزول الناموس الذي هو جبريل عليه السلام على الأنبياء والمرسلين فالله جل وعلا جعل جبريل وهو أفضل الملائكة الواسطة بين الله وبين أنبيائه في تبليغ الشرع والدين وهذا ليس مضطردا فموسى عليه الصلاة والسلام يكلمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج كلمه الله كفاحا يعني من دون واسطة جبريل ولكن الغالب أن جبريل ينزل بالوحي إلى أنبياء الله عز وجل ورسله الأمر الثالي الإلهام الإلهام هذا أحد معاني كلمة الوحي ولذلك قال الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها ألهمها وأيضا يلهم البشر ومن جملة ذلك ما جاء في قصة أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه الآيات قال العلماء هنا المقصود بالوحي الإلهام والإلهام أحد أحد أنواع الوحي الذي كان يعني يجريه الله عز وجل على أنبيائه ورسله لكنه لا يحكم على الإنسان بأنه قد أوحي إليه ولذلك حتى نزول الملك أحيانا قد يكلم الملك شخص لكن ليس بالضرورة أن يكون نبيا ليس بالضرورة أن يكون نبيا ولذلك جماهير العلماء من السلف والخلف على أن النبوة في الذكور وفي الرجال في الرجال وليس في النساء وأما وأوحينا إلى أم موسى وما أوحاه الله إلى مريم هذا كله من الإلهام أو قيل بأنه رؤية منام أيضا يريه الله عز وجل في منام فتستيقظ يعني تعلم بأن هذه من الله عز وجل فتجري على هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى ولذلك قول الله وأوحينا إلى أم موسى هو إلهام وقيل منام بارك الله فيك يلا ما نحب نطول على اللي ينتظرون تفضل يا أمم محمد أمم محمد من رأس الخيمة السلام عليكم يا أمم محمد ألو تفضل يا أختي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام يا شخ بغيت أستفسر أن عندي بنت ممكن تخفضين التلفزيون يا أمم محمد بحبا أخفض التلفزيون وكلمين من الهاتف رجان ألو يلا أختي تفضلي لو سمعت بغيت أستفسر عن بنتي بنتي من أصحاب الهمم وعندي استفسار إذا هي يوم القيام كيف بتعرفني أو شيء هي ما تحرك واتتكلم ولا شيء إن شاء الله فأبقى أشوف هي يوم القيام بتعرفني إن شاء الله هل هي تكون شاف علي يوم القيام إن شاء الله وبعد عندي سؤال ثاني عندي والدتي دائما تبكي ما أعرف لي أيوة يعني كل وقتها تبكي إذا فرحت تبكي إذا سمعت خبار تبكي إذا يالسين وياها حين أنا أكلمك يا شيخ وهي تبكي ما أعرف لي أبقى كتن صحا إن شاء الله يا أمم محمد مرحب أهلا وسهلا فضلي راشد السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال واحد بار فضل إذا كان عندي مبلغ حقا عليه الزكاة فهل يجوز أن نخرج زكاة هذا المال من مال آخر كمال الراتب أو مال حصلت عليه وللازم يقصد من نفس المال إن شاء الله إن شاء الله مرحبا مرحبا فضلي أم صالح أيضا فضلي السلام عليكم عليكم السلام تباركاته طي عندي سوالي اخفض التلفزيون الله يرضى عليك اخفض التلفزيون يا أم صالح كاما كاما يلا تفضلي عندي في أسماع لي أربع راققات لم يكنك تلسلين يه نقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم و傳لك الرسول صلى الله عليه وسلم أي أربع راققات لم يكنك تلسلين أول مرة ها نسمع وين هذه في أي وقت يعني بعد سرعة العشاء إن شاء الله بعد سرعة العشاء عندك سؤال ثاني فيه سؤال ثاني يوم عليك قلاء من رملاء وصمت بعدين فطارت قلاء أول صمت بعدين فطارت فطارت مثل الساعة عشر ليش فطرت الساعة عشر سمعت أن يوم تسوع عليك قلاء وصمت فطارت عليك اليوم اللي فطارتها والقلاء السؤال ليش ليش أفطرتي وش السبب قلية أفطرتي عليك من دون سبب إن شاء الله يا مصالح عندك سؤال آخر لا حياك مرحبا مصالح فضل يا كوثر كوثر من العراق فضل عليكم السلام رحمة الله إذا ممكن بس السؤال هذا أسأل بخصوص إذا موظفة أو طبيبة مسؤولة يعني أي حال يعني من المهم هي مسؤولة موظفة يعني كمرأة يجوز خروجها خارج البلد بدون محرم تحضر مؤتمر أو دورات أو ورشة عمل إن شاء الله إن شاء الله سؤال الثاني مرات أحيانا كربة بيت أو أي مرأة بالمطبخ من الاستعجال تستخدم اليد اليسرى بالأكل بالشروف يعني يجوز هذا لو بيقتم إن شاء الله يخطي كوثر شكرا أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضلي يا مريم السلام عليكم عليكم السلام عندي أربع أسئلة للوالدة بعد البضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أحمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من أبيتك الصالحين والمتطهرين ولا خوف عليهم ولا نفسهم هذا اللفظ جائل ممكن تعيدي يا مريم الأخير اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أيوة واجعلني من عبيتك الصالحين وها ولا خوف عليهم ولا هم يحسن إن شاء الله السؤال الثاني أيوة هل حفيد مرتبوي من زوج يعني مرتبوي من زوج الثاني محرم على الوالدة كيف من هذا من حفيد مرتبوي حفيد مرتبوكي أيوة بس يعني يعني حفيد أبوي بعد بس من زوج الثاني من زوج هل محرم محرم حق ابوي طعيب واضح واضح والسؤال الثالث هل ولد طريق أختي محرم حق الوالدة بعد ولد أختي تسوج وعنده ولد هل هذا الولد محرم حق الوالدة إن شاء الله والسؤال الأخير هل يجوز لفظ الذهب المخلق إن شاء الله شكرا أهلا وسهلا أم طر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله طيب يا شيخ أريد أسأل عن قراءة القرآن قبل صلاة الفجر هل هو في حكم قرآن الفجر من قرآن الفجر كان مشهودا ولا لا إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ أم يعني من أذكار أذكار الصباح أقول اللهم أني أصبحت أشهدك واجد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعندما أمسي أقول اللهم أني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك هل في هذا يعني هل في هذا جائز شرعا إن شاء الله مطر السؤال السؤال الثالث يا شيخ هل خال زوجي يعتبر من محارمي عادي أسلم عليه وأقبله على الراس أو مثلا أني مثلا أقوم بتدليك يعني أسوي له علاج مساج وتدليك باليد وبالرجل إن شاء الله السؤال الرابع يا شيخ وآخر سؤال إن شاء الله ما حكم اللي مثلا إحنا مثلا إحنا عندنا مجموعة واتس أب مثلا اليوم توفت عندنا حرمة بني بنسويرها ختمة أنا فلانة مثلا عن طريق الواتس أب يا فلانة أنا أخذ الجزء الأول الزميلة سأخذ الجزء الثاني لحد ما نكمل 30 جزء من القرآن هل هذا يجوز هل هذه الختمة تجوز على الميت قرأة هذه الختمة عن طريق الواتس أب ما نجتمع في مجلس إن شاء الله جزاك الله كل خير يا شيخ مرحبا في أمان الله مع السلام فضل يا توفيق في الحالك يا شيخ أهلا وسهلا يا توفيق الله يبارك فيك يا شيخ بارك الله وفيك جزاك الله خير عندي سؤالين يا شيخ فضل السؤال الأول ضحية العيد يعني إذا اشتريتها هل مثلا إذا كان حد قال لي مثلا هي بـ 850 هل أنا يعني نماكس فاها ننزلها مثلا ولا نشتريها زيما يقول للبايع يعني إن شاء الله والسؤال الثاني في الصلاة الجهرية يعني في الفجر وفي المغرب وفي العشاء منين الإمام يصلي بيها يعني هل نصلي معاه صورة الفاتحة أو نكتفي بالاستماع وفي ناس يقول لي لازم تقرأها صورة الفاتحة مع الإمام إن شاء الله يا توفير الله يرحم والديك يا شيخ جزاك الله والديك مرحب ومسحة بارك فضل يوسف السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا شيخ مرحب ويوسف شيخ عندي سؤالين أيوة السؤال الأول والدي كبيرة في السن على جدتي عندها أمراض مزمنة أمراض كثيرة مزمنة وبعدين كشفوا عليها بالمستشفاء وهي عليها العدة يعني جدي توفى وهي عليها العدة وما خلصتها وكشفوا عليها ومرضات غير مسلمات ودكتور بعد طيب أبشر يوسف جزاك الله خير السؤالي أيوة أبا أنت قلت في مرة يعني واحد يسألك عن الحجة وعن هذا الأشياء وانت قلت له في طلاب العلم في السعودية مختصين في هذا الشيء يعني أبا أنت تذلني عليهم يعني أيش هذه في موضوع أيش الحجة الحجة أي يعني قصدك نيابة في الحج توكيل واحد في الحج أبا أنت تذلني على أحد يعني مثلا تعطيني رقمة أو تعطيني إن شاء الله يا يوسف شكرا أسمع الجواب طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله إذا بقي وقت إن شاء الله نفتح الاتصالات أرجع إلى الأخ أبو محمد من السعودي يسأل يقول بالنسبة لأذكار الصلوات يقول نقرأ دائما بعد كل صلاة قل هو الله أحد وقل أعود رب الفلق وقل رب الناس يقول كيف نرتب القراءة يقول كيف تكون متتابعة أو متفرقة أخي أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للآيات والسور التي تقرأ بعد كل صلاة هي كالتالي أولا آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة ثانيا قل هو الله أحد ثالثا قل أعوذ برب الفلق ثالثا رابعا قل أعوذ رب الناس هذه السورة والآيات التي تقرأ بعد كل صلاة بالنسبة لتكرار سورة قل هو الله أحد والمعوذتين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكرر بعد صلاة المغرب و صلاة الفجر لذلك هذه تكرر في أذكار الصباح و أذكار المساء عندنا حديث هذا الحديث فهم منه بعض العلماء و بعض مشايخنا على أنه يسن تكرار أو القواقل الثلاثة المعوذات بعد المغرب و بعد الفجر و بالتأمل لا نجد بأن الحديث يدل على هذا و إنما تداخلت أحاديث فيما يتعلق بأذكار الصباح و أذكار المساء كونها من يعني في المساء و كونها أيضا في الصباح فظن بعض العلماء بأنها تكرر بعد المغرب و بعد الفجر و هذا لا يظهر لأنه صحيح و لذلك أخي الفاضل تقرأها تقرأ آية الكرسي و بعدين قل هو الله و أحد قل أعوذ و رب الفلق و رب الناس تكتفي بالنسبة لأذكار الصباح و المساء نعم تكرر القواقل هذه قل هو الله و أحد ثلاث مرات قل أعوذ و رب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات و إذا حبيت تقرأ قل هو الله و أحد ثم قل أعوذ رب الفلق ثم قل أعوذ رب الناس ثم ترجع مرة ثانية بهذا الطريقة ما في بأس و الأمر في هذا واسع أم عبد الرحمن من أبوظبي تقول يعني بالأمس سألت تقول هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال على مستوى صغير جدا أم عبد الرحمن بارك الله فيك بالنسبة للاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال أهل العلم في خلاف بينهم على قولين القول الأول قالوا بأن هذه من جملة العادات و لا بأس بها قال بهذا بعض المعاصرين القول الثاني قالوا لا بأن هذه لها ارتباط عبادي و لذلك لا يجوز لعدم الدليل لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ما يدل على مشروعية هذا الأمر وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا هم احتفلوا أيضا بمولده ولا بمولد أولادهم فلم يثبت عنهم في هذا شيء و مسألة الاحتفال بميلاد الأطفال إنما طرأ في السنوات المتأخرة و ما كان معروفا عند المسلمين و إنما طرأ و أتاهم من أمم أخرى و لذلك أخت الفاضلة يعني الأصل أن الإنسان يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام و الفرح بالمولود عند ولادته شكرا لله عز وجل نأتي بالعبادات التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام منها الأذان في أذن المولود اليمنى و قد ورد في هذا الحديث لا بأس بإسناده و أما الإقامة فلا يصح الحديث في هذا يؤذن في أذنه اليمنى ثم يحنك بتمرة لينة جدا أو بعسل و في منطقة نبات الأسنان و قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أهل المدينة بأولاد ميحنكهم من أهل العلم قال بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام و الراجح و القول الثاني بأن هذا عام هذا عام و هذه طبعا سبحان الله العظيم لها أثر لأن الطفل لما يولد تكون نسبة الجولوكوز في الدم و انخفضة جدا فوجود مثل هذه المادة الحلوة السكرية في بداية الولادة كفيلة و في رفع نسبة السكر في الدم بحيث يكون في مستوى الاعتدال الأمر الآخر تسميته يوم السابع يسمى يطلق عليه الاسم سواء ذكر أو أنثى و كذلك العقيقة للذكر شاتان و للأنثى شاه واحدة و أيضا يحلق شعره و يتصدق بوزنه مبلغ مالي و هذا هو الفرح بهذه الهبة و هذه المنحة من الله عز و جل أما بقية الأشياء فلا لأن طبيعة الإنسان الله عز و جل جعل لكل مخلوق عمر له ابتداء و انتهاء كل يوم يمر على الإنسان يقربه إلى الأجل أليس كذلك؟ بلى كل يوم الآن عمر الإنسان ستين سنة مضى من عمره عشر سنوات كم بقي؟ خمسين مضى من عمره أربعين بقي هكذا و لذلك الإنسان ينبغي له أن يعني ينتبه لنفسه و ينتبه لحاله و ما في أجمل و لا أروع من أن نكون على هدي النبي عليه الصلاة و السلام و هذا لا يمنع يا أختي الفاضلة من الإتيام بالهدايا و تفريح الأطفال و استهدافهم بالتربية الذهنية و العقلية و العلمية و الإيمانية و الشرعية و أيضا الالتفات إلى الجوانب البدنية من يعني العناية بهم في الأمور الصحية و الطبية فما في داعي يا أختي الفاضلة و حاولوا قدر المستطاع أن تربطوا أولادكم بهدي النبي عليه الصلاة و السلام لأن نحن يعني للأسف ليس كل ما هو عند الآخرين يصرح لنا لا ليس كل ما عند الآخرين يصرح لنا قد يصرح لهم لكن ما يصرح لنا و هذا مثل ما ذكرت لك ديننا دين فرح و سرور لكن تقييد هذا و جعله عيد يعود و يتكرر هذا هو محل الكلام عند أهل العلم زهرة من الجزائر تقول يعني اشترت أضحية أو تريد أن تشتري أضحية لكن وجد بها كي نار في أذنها تقول ما حكم تضحية بها زهرة بارك الله فيك النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن أربع من الأضاحي فيها عيوب العوراء البين عورها و العرجاء البين انضلعها و العجفاء التي لا تنقي و المريضة المريضة بالنسبة لهذه العيوب ما هو أعلى منها فمن باب أولى مثل العمياء مثل مقطوعة الرجل مثل مقطوعة اليد مثلا هكذا بالنسبة لبعض العيوب منها ما يكون من أصل الخلقة فهذا لا بأس به كأن تكون مثلا مقطوعة القرون من أصلها أو مقطوعة الإلية أو ليس لها إلية أصلا يعني خلقتها هذه لأنه يوجد نوع من الأنعام ما لها إلية كذلك بعض الغنم يسمونها عند العرب يسمونها الوسم الوسم هذا إما أن يكون كية نار وإما أن يكون شرطة سكين أو شيء من هذا القبيل فهناك المقابلة اللي شقها من الأمام والمدابرة شقها من الخلف مثلا هذا يكره كراها كذلك الوسم اللي في النار قالوا يكره كراها لكن بالنسبة للأضحية الصحيحة ولله الحمد فإذا اشتريت أضحية فيها وسم كية نار ما في بأس والتضحية بها جائز ما دام أن بقية الشروط متوفرة ولله الحمد والمن أم محمد من رأس الخيمة تقول عندها بنت من أصحاب الهمم تقول يعني ما وضعها يوم القيام أختي أم محمد الله يباري فيك يعوضك خير يا رب بالنسبة لهذه البنية لا شك بأن شفيع لك عند الله سبحانه وتعالى وربنا جل وعلا قال والذين آمن واتبعتهم ذريتهم بإيمان أن ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ولذلك نرجو الله عز وجل أن تكون هذه البنية إن شاء الله معك في الجنة إن دخلت الجنة ونسأل الله لك الجنة وللجميع أسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يعيدنا وإياكم من النار هناك بعض العلماء ذهب إلى أن مثل هؤلاء الذين فقدوا عقولهم أو من البله أو شيء من هذا القبيل يجرى لهم امتحان يوم القيامة فالله يمتحنهم وفمن آمن أدخله الجنة ومن كفر أدخله النار وهذه المسألة من المسائل المشكلة عند كثير من أهل العلم لتنوع الأدلة الواردة في هذه المسألة لكن الذي يظهر بأنها ما دام أنها ولدت غير مكلفة فإن شاء الله تكون معك في الجنة أم محمد تقول والدتي دائما تبكي يعني لسبب ولغيري سبب تقول حتى الآن وهي تشاهدك الآن وأسألك تقول تبكي يعني ما السبب أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عن الوالدة وواضح بأن الوالدة قلبها طيب ورحيم اللهم بارك هنيئا لها فمن الناس من لديه رحمة ورقة ولذلك دمعته حاضرة في كل مشهد من المشاهد وفي كل حال من الأحوال لكن بطبيعة الحال البكى أنواع هناك بكى الحزن والدمعة فيه حارة وهناك بكى الفرح والدمعة فيه باردة هناك بكاء الخوف مثلا لكن أن يكون البكاء دائما لا هذا يعني يحتاج إلى الإنسان أن يراجع نفسه أن يعني يتفكر ما هو السبب لأنه ليس مطلوب من الإنسان أن يبكي على كل حال البكاء له وقت البكاء البكاء له ظرفه البكاء له سببه أما أن تكون الدمعة حاضرة دائما فيوجد من الناس لكن لا لسبب ما يدرى ممكن أن يراجع الطبيب في مثل هذا ممكن تراجع الوالدة الطبيب ممكن أن تشوف طبيبة مثلا تراجعها في مثل هذه المسألة وإن كان في الأصل بأن هذا يدل على رقة في القلب وعلى رحمة في الصدر يعني عندها رحمة وعندها رقة اللهم بارك لكن حقيقة لأن البكاء دائما يعني يخيم على المحل والمكان شيء من الحزن والقلق فطبيعي جدا أن الإنسان إذا شاف الوالدة تبكي أنه ينتبه ويحزن وكذا قد لا يفهم ما معن البكاء قد يتهم نفسه أنه تبكي بسببه وشيء من هذا القبيل فقولي للوالدة البكاء من خشية الله هذا علامة الإيمان البكاء في حال الفراح هذا يعني يحصل عنده كثير من الناس يبكون عند الفراح البكاء العاطفي لمشهد من المشاهد المؤثرة مثلا تدمع العين وتفيض بالدمع يكون البكاء ديدا الإنسان وهجيراه وعادته وطريقة لا هذا يدل على أن المسألة فيها شيء ولذلك ما في بأس أنها تراجع الطبيب إذا قال الطبيب ولا ما في شيء خلاص أنتم الآن أصبح عندكم مثل ما يقولون مناعة يعني الوالدة إذا بكت أو ما بكت الأمر طبيعي بحيث أن صار عندكم تشبع ومناعة على أن الأمر هذا طبيعي يعني ما تقلقون إذا وصلتم إلى هذه المرحلة من المناعة والتشبع إن شاء الله مع عليكم بأس راشد بن أبوظبي يقول الشخص إذا كان وجبت عليه الزكاة لازم يطلع الزكاة من نفس المال ولا يطلع من مال آخر لا يطلع من مال آخر ليس شرطا أن يكون من نفس المال يعني أفترضي راشد أنت اليوم وجبت الزكاة وناوي بكرة اطلع الزكاة ومن بكرة جاك الراتب طلع من الراتب ما في شيء طلع من الراتب لأن ملكك بعض الناس الآن زكاة المال لازم من عين المال لا موب صحيح الآن المال اللي عندك في البنك اللي حطه في المصرف الآن أنت وديعها هو قرض بالنسبة لك العين المال اللي أنت حطيته مهم موجود الآن لأنه اختلط مع أموال أخرى ولذلك أنت حقك الرقم فقط أنت الآن تملك الرقم كم عندك في البنك يا راشد عندك كذا مثلا الله يزجك الملايين يا راشد عندك المبلغ الفلاني هذا المبلغ الرقم بس الرقم يجي تسحب يعطوك ما هو الدراهم اللي أنت دخلتها لا يعطونك دراهم بنفس بنفس العملة وبنفس القيمة هذا المقصود ولذلك من أي مال عندك تخرج الزكاة راشد أنا أحيانا بعض الناس يقول الله أنا حال الزكاة علي حلت الزكاة علي لكن ما عندي سيولة وما أستطيع أسحب عنده مشاكل يمكن يقترض يمكن يقترض من واحد يطلع الزكاة على أساس أنه يسدد بعدين هذه في حالات يعني دقيقة وخاصة بارك الله فيك أم صالح من أبو ظبي تقول أنا سمعت أربع ركعات ما فيها تسليم بعد صلاة العشاء تقول هل هذا تقول ما يعني أول مرة أسمع فيها أم صالح الله يرضى عليك هذا ورد فيه أثر عن ابن مسعود أما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فضعيف ما يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء قبل أن يخرج من المسجد لا يسلم بينهن كن كعد لهن من ليلة القدر هذا الأثر محل بحث عند أهل العلم أيضا منهم من يضعف الأثر يقولون ضعيف ومنهم من يصحح الأثر ومنهم من يصحح إسناد الأثر لكن يقول المتن فيهن كارة وأعتقد أن هذا صعب عليك يوم صالح تفهمين هذا كلام أهل العلم لكن عموما ورد بأن هذا من قولي بالمسعود قالوا وله حكم الرفع وبعضهم قال بأن مسألة التسليم قالوا هذه أيضا ضعيفة أنه ما يسلم بين ركعتين عموما لو صليتي هذا ما عليك شيء لكن الأفضل تصلي ركعتين ركعتين إذا حبيتي فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع بعد صلاة العشاء إلى بيتي صلى أربع ركعات طبعا العلماء يقولون هذه من قيام الليل يعني صلي ركعتين ركعتين أم صالح من أبو ضبي تقول بالنسبة للشخص اللي عليها قضاء و صام وبعدين أفطر متعمدا ماذا عليه أم صالح الله يرضى عليك و يبارك فيك عندنا قاعدة مهمة و ضابط مهم في هذه المسألة أن كل صوم واجب يحرم على الإنسان أن يفطر فيه لغير سبب واضح عندك كل صوم واجب يحرم على الإنسان أن يفطر فيه لغير سبب مثل ماذا عندنا صوم رمضان هذا واجب ما يجوز إنسان يفطر فيه من غير سبب عندنا صوم القضاء اللي أنت الآن سويته ما يجوز و حرام عليك تفطرين فيه من غير سبب عندنا صوم النذر الصوم النذر هذا واجب ما يجوز إنسان يفطر فيه عندنا صوم الكفارة بمجرد أن يبدأ الإنسان بصوم الكفارة يحرم عليه أنه يفطر في هذا اليوم يفطر في هذا اليوم فلاحظتي احفظيها قاعدة وكل إخواني و أخواتي شاهدوني ما يجوز و يحرم على الإنسان يفطر من غير سبب أما إذا وجد سبب سفر أو مرض أو العادة الشهرية للمرأة مثلا هذا عذر الله عزه يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و من أهل العلم ذهب إلى أن من أفطر في صوم القضاء متعمدا و جب عليها أن يصوم يومين هذا اليوم و اليوم الآخر لكن الراجح من قول أهل العلم أنه عليه القضاء فقط مع التوبة و الاستغفار فالذي عليك يا مصالح أنك تتوبين إلى الله و تستغفرين الله و تندمين على أنك افطرت من دون سبب و تقضين يوم واحد فقط ما تجي بين يومين أما صوم النفل الأثنين الخميس الأيام البيض مثلا أي صوم يجوز للإنسان أنه يفطر من دون سبب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صامة و إن شاء أفطر و لذلك عندنا قاعدة يجوز للصائم أن يفطر في صوم النفل بعد الشروع فيه يجوز للصائم أن يفطر في صوم النفل بعد الشروع فيه طيب خلاصة الجواب يا مصالح تقولين أستغفر الله و أتوب إلى الله و تندمين و تعلمين بناتك و تعلمين النسل اللي عندكم تقولين أن تبهوا و تقولينهم أن تبهوا اللي تقضي ما يجوز لها تفطر من عند رأسها أما إذا كان بعذر ما في بأس كوثر من العراق تقول إذا كانت المرأة موظفة طبيبة أو موظفة عموما و يعني هل يجوز لها أن تسافر فيما يخص العمل يعني خارج البلد من غير محرم أختي كوثر الله يرضى عليك و يبارك فيك بالنسبة لمسألة المحرم في السفر مسألة خلافية بين العلماء فمن أهل العلم من يذهب إلى أن المحرم واجب على المرأة إذا أرادت السفر و المحرم هو من يحرم على المرأة على التأبيد كأب أو أخ أو ابن أو ابن أخت أو ابن أخ مثلا أو يكون زوج هؤلاء هم الذين يطلق عليهم بأن محرم طبعا مع الزوج الزوج زوج المرأة هذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم و يستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة و السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم القول الثاني قالوا بأنه يجوز بشرط أن تكون مع رفق مأمونة و في بعض العلماء من يقول بهذا القول قالوا لا زيادة أمن الطريق يعني مع الرفق المأمونة أن يكون الطريق آمن الذي يظهر يا أخت الفاضلة بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم لصراحة الأدلة إلا في حال الضرورة القصوى مثل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما نص على ذلك العلماء منها أن تكون في حالة حريجة تحتاج السفر و ليس معها محرم مثلا و بقاؤها يترتب عليه إزهاق نفسها أو شيء من هذا القبيل ممكن في مثل هذه الحالة كوثر تسأل تقول أحيانا ربة البيت تكون في البيت تشتغل في المطبخ و كذا و أحيانا تشرب أو تأكل أو تناول شيء باليد اليسرى للضرورة تقول ما حكم ذلك أختي كوثر الله يرضى عليك طبعا بالنسبة للتناول باليد و الأكل أو الشرب من أهل العلم ذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية قالوا لأن عندهم قاعدة أن كل ما يتعلق بالآداب الشرعية هذه إذا كان أمرا فيحمل على الاستحباب و إن كان نهيا فيحمل على الكراهة و القول الثاني قالوا نعم يقولون بهذا القول إلا إذا صحبته قرينة تدل على أنه واجب أو على أنه محرم واجب إذا كان أمرا و محرم إذا كان نهيا و من جملة ذلك مسألة الأكل و الشرب باليد اليسرى باليد الشمال فالنبي عليه الصلاة و السلام نهى عن الأكل و الشرب باليد اليسرى و لذلك جاء في حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة و السلام قال أكلت مع النبي عليه الصلاة و السلام فطاشت يدي في الصحفة في يعني الإناء فقال يا غلام سم الله و كل بيمينك و كل مما يليك و صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال إن الشيطان يأكل و يشرب بشماله و لذلك المسلم مطالب بمخالفة الشيطان و جوبا و جوبا و أيضا رأى النبي عليه الصلاة و السلام رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت دعا عليه فشلت يده العلماء طبعا قالوا بأن هذا لأنه قالها على سبيل الكبر كان متكبرا قيل بأنه كان من المنافقين و كان متكبرا يعني رد سنة النبي عليه الصلاة و السلام و لذلك اخت الفاضلة إذا اضطر الإنسان اضطر الطرار ما في بأس لكن إذا كان ليس هناك ضرورة فلا يأكل و لا يشرب بشماله و لا يعطي و لا يأخذ بشماله و طبيعي بأنه كما لا يخفى بأن الله عز و جل من خلال النصوص الشرعية في الكتاب من خلال ما أوحاه إلى النبي عليه الصلاة و السلام أن اليمين للطيبات و أن الشمال للمستقدرات و لذلك الإنسان يستعمل شماله فيما يستقدر و يستقبح و أما اليمين فهي للطيبات مريم أبوظبي تقول الوالدة بعد الوضوء تقول اللهم اجعلني من التوابين و من المتطهرين و اجعلني من عبيدك الصالحين الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون مريم بارك الله فيك و رضي الله عن الوالدة و حفظها قولي لها تشكر على هذه الأدعية الطيبة لكن هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة و السلام بهذه الطريقة ما ورد و لذلك تلتزم ما ورد عن النبي عليه الصلاة و السلام لماذا لأن هذه أذكار مقيدة مقيدة كيف مقيدة يعني النبي عليه الصلاة و السلام وظفها في هذا المكان نحن ما يجوز لنا لا نزيد و لا ننقص منها لكن في غير الوضوء مثلا بعد ذلك مثلا ما في بأس تقول الله ما اجعلني مثلا من عبادك الصالحين اجعلني من المتطهرين اجعلني من من لا خوف عليهم و لا هم يحزن ما في بأس أو تقول هذا في السجود مثلا و لذلك جاء عند مسلم و الترمذي أن النبي عليه الصلاة و السلام قال من قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله و وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانة يدخل من أيها شاء زاد الترمذي زيادة محل كلام و بحث عند أهل العلم صححها جمع من العلماء و ضعفها الجمهور قالوا اللهم اجعلني من التوابين و من المتطهرين فتحت قالوا هذه الزيادة ضعيفة و بعض العلماء صححها كما ذكرت لك لكن لو قالتها ما في بأس إذن أشهد أن لا إله إلا الله و وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين يعني لو قالت و اكتفت خلاص هذا الدعاء الموظف سلمي على الوالدة و قولي لها تلتزم بهذا الأمر و الباقي لو دعت في السجود و لا خارج الصلاة إن شاء الله دعواتها مقبولة مريم تسأل تقول بالنسبة لحفيدة حفيد مرت أبوي هل هو محرم؟ أختي مريم الله يرضى عليك و يبارك فيك بالنسبة للرجل إذا دخل على المرأة إذا دخل على المرأة حرمت بناتها عليه حرمت بناتها عليه بالنسبة لمن؟ الوالد أما بالنسبة للأولاد لا يحرمون على بنات الوالد لا يحرمون على بنات الوالد فإذا كان الوالد هناك ولد من زوجته زوجته الثانية هذا الولد ليس محرم لكم لأنه مو بخوكم هذا هذا أبو رجال آخر و لذلك ما يجوز لكم أن تكشفوا عليه و يجوز له أيضا أن إذا وافق الوالد أن يتزوج أحد بنات الوالد مريم تسأل تقول هل ولد طليق أختي محرم للوالدة هل ولد طليق أختي محرم للوالدة أخت الفاضلة لا ليس محرما للوالدة يعني بالنسبة تقولين ولد طليق أختي يعني الآن رجل هذا الرجل هو محرم لوالدتك محرم لوالدتك بالنسبة لهذا الرجل إذا سألت تقولين ابنه من إمرأة ثانية نعم يكون محرم على والدتك لماذا لأن بمجرد أن عقد على أختك حرمت أمك عليه و لذلك بمجرد عقد على أختك حرمت أمك عليه فابنه أيضا يحرم على والدتك مريم تسأل تقول ما حكم لبس الذهب المحلقة أخت الفاضلة ما فيه بأس جماهير أهل العلم على مشروعية وجواز لبس المرأة للذهب المحلق و الذهب المحلق هو ما كان على شكل حلقة سواء خاتم أو سوار أو قلادة و ذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يجوز و له أدلة في ذلك كثير لكن الراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب المحلق و قد كان معروفا في الصحابيات و في أمهات المؤمنين أم طر من عمان تقول ما حكم قراءة القرآن أو تقول قراءة القرآن قبل صلاة الفجر هل هي المقصودة بقوله تعالى و قرآن الفجر الجواب لا يا أم طر بارك الله فيك جماهير أهل العلم من أهل التفسير على أن قول الله جل وعلا و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قالوا صلاة الفجر و سماها الله قرآنا لأن الإمام يطيل فيها و المصلي يطيل في صلاة الفجر و لذلك الآن في فجر يوم الجمعة ماذا يقرأ الإمام يقرأ سورة السجدة و الإنسان و النبي عليه الصلاة و سم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر و كذلك كان الصحابة كأبي بكر و عمر و ربما قرأوا سورة يوسف كاملة أو دون ذلك و كذلك سورة المؤمنون كان يقرؤونها في صلاة الفجر و المعنى أختي الفاضلة قرآن الفجر يعني صلاة الفجر أما القرآن الذي قراءت القرآن قبل صلاة الفجر هذا من قيام الليل أمطر تسأل عن أذكار الصباح تقول أنا أقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملت عرشك إلى آخر ما ذكرت يا أمطر بارك الله فيك أولا هذا الحديث اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك ضعيف من حيث الإسناد ولذلك لا يصح من حيث الإسناد أنه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنت زدت عليه أيضا فخلطت عليه كونه أيضا ضعيف خلطت عليه زيادة وكذلك ولم يكن له كفوا أحد ولذلك اخت الفاضل أنصحك بترك هذا الدعاء وإذا أردت على قول بعض العلماء بأن هذا من فضائل الأعمال والضعف فيه غير شديد أن تقتصر على الوارد وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني أصبحت أشهدك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله تكتفين بهذا أما تأتيم الزيادة فلا هذا على قول من يذهب يذهب إلى أن هذا الحديث وإنك طبعا بعض العلماء يحسن الحديث مما شايخنا من يحسن الحديث وبعضهم يقول ضعيف لكن على كونه ضعيف أيضا ممكن أن يعمل به في فضائل الأعمال أم مطر تقول هل خال زوجي من محارمي يجوز لي أني مثلا أطبب وأعمل لتدليك يا أم مطر بارك الله فيك لا خال زوجك ليس من محارمك أخو زوجك ليس من محارمك أخو زوجك ليس من محارمك كيف خال زوجك و لذلك يحرم عليك أنك تكشفين عليه و دلكيلة و تلمسين و تصافحين هذا ما يجوز الله يرضى عليك فخال زوجك أجنبي عنك أجنبي عنك يتنبهي لهذا أم مطر تقول أم تفضل يا كريمة السلام عليكم شيخ عليكم السلام أغلق هذا لو سمحته عندي أربع أسئلة آني يلا على السريع يا كريم شيخ الله يرضى عليك أنا أعبدو من أقل القرآن وأنشى آية ونريد ختمة هم ما تعتبر لختمة إن شاء الله وهي واحدة واثنين يعني يقلون معينة على أهنة يقلون من تختمون القرآن لازم تصادقون أو مثل السوفة شيئة تتواجعون ما يصير إلا هي تبال ختمة هاي اثنين وثلاثة من أحلم بوال دوالتي الله يرحمهم يعني نحن وعينة على أنه يقلون ما يصير يعني الميت لازم يريد في الصدقة حلمت وبي لازم يريد يسألوا لصدقة وتوزئوا لشي يعني الخيرات ومن أقرب أذكار الصباح والمساء آية الكرسي والمعاونات عن يميني مكتوب عندي عن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن تحتي جوز يعني يصير هاي الأذكار قرأها يجيز إن شاء الله يا كريمة شكرا شيخ شكرا الله يرضى عليك ورحبا طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع توفيق عفوا أم مطر تقول ما حكم إن شاء مجموعة واتس أب بحيث نعمل ختمة كل واحد يقرأ جزء عن الميت يا أم مطر بارك الله فيك أتركوا هذا الأمر لأن هذا من المحدثات بارك الله فيكم فبالنسبة للاجتماع على قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت بمثل هذه الطريقة هذه محدثة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام ولا قال بها يعني مثلا ولا فعلت لمن مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العلماء تكلموا على موضوع أن يقرأ الإنسان القرآن بنفسه ويهدي ثواب هذه القراءة هل هذا مشروع أو لا على قولين قول بأنه مشروع لأنه من جملة الأعمال التي يمكن أن يهدى ثواب الميت والقول الآخر بأنه غير مشروع وهذا هو الراجح هذا هو الراجح فلذلك كنت الفاضلة لا تفعلون هذا الفعل الميت أفضل ما يقدم له الدعاء أكثر له من الدعاء ثم بعد ذلك الصدق والدعاء أفضل من الصدق يعني إذا دعوتم للميت هذا أفضل شيء ثم بعد ذلك الصدق هذا الذي عليكم بارك الله فيك توفيق من ليبي يقول يعني إذا كانت الضحية مثلا سعرها ثمانمية وخمسين هل يجوز للشخص أنه يماكس فيها مثلا أو شيء أو أنه يعني يشتريها مباشرة أخوي توفيق بارك الله فيك إذا كان سعر الأضحية طبيعي ومناسب وهذا سعرها في السوق لا يماكس فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستسمنون الأضاحي ويأخذون الطيبة منها والغالي أما إذا كان لا فيه مخادعة مثل ما يحصل للأسف الشديد استغلال كثير من أصحاب الأغنام فترة الأضحى فيضاعفون القيمة لا ممكن لك أن تكاسر وتماكس وتقول له يعني هذا السعر كثير يعني سعرها إذا كان ثمانمية وخمسين في السوق يبيعها لك بألف سبعمية يأخذ الضعف هذه غير صحيح ثمانمية وخمسين ربح عليها كيف الآن يضاعف القيمة فممكن في مثل هذه الحالة بارك الله فيك إذا رأيت بأنك غبنت بهذا السعر غبنا فاحشا توفيق يسأل عن الصلاة الجهرية يعني يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة المأموم ماذا يفعل توفيق بارك الله فيك هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل وعريض في القديم والحديث الراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم بعدما ينتهي الإمام من القراءة يقرأ بعده ولو كان قد شرع في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فإذا انتهى الإمام من القراءة قراءة الفاتحة وترك مجال سكت مثلا تقرأ إذا ما ترك مجال وشرع في قراءة السورة أو الآية خلاف الراجح بأنك تقرأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن فتقرأ بارك الله فيك بينك وبين نفسك ولا تجهر بقراءتك سيف من سيف من عجمان عفوا يوسف يوسف من عجمان يقول والدتي كبيرة في السن وعندها أمراض مزمنة وهي في العدة وتقول راحت المستشفى وكشفوا عليها أطب وممرضات غير مسلمات هل عليها شيء؟ ما عليها شيء يوسف طمن جدتك سلم عليها وقولها الحمد لله على السلامة وما عندها لا العافية ما في بأس المرأة المحادة اللي في العدة عدة الحداد مفات زوجها يجوز لا تذهب للطبيب إذا ما وجدت امرأة طبيبة يجوز طبعا أنت تقول أنا ما أدري والله تقول يعني طلبة علم أنا ما أعرف ولا أعرفهم ممكن عندكم جمعية حتى في عجمان عندهم ما شاء الله شيء من هذا القبيل ممكن تراجع الجمعيات اللي عندك بارك الله فيك عندهم حج البدل ويعلنون أعلانات في الشوارع إذا جاء مثل هذا الوقت يعلنون فيه من خلال أيضا وسائل التواصل تواصل معهم وقلهم هذه قيمة حجة بدل ويرسلونها لك بارك الله فيك كريمة من العراق تقول أنا أقرأ القرآن يعني أنس آية أحيانا هل تذهب علي الختمة الجواب لا يا أخت الفاضل النسيان عارض من عوارض الأهلية النسيان سبب من أسباب أو عفوا النسيان يكون عذر في رفع الإثم والجناح وفي أيضا إكمال العمل فاطمئني يا أخت الفاضل إذا ختمت القرآن وكنت نسيتي آية شاكة أو نسيتي ختمة هذه كاملة ولله الحمد والمن خلاص كريم الله يرضى عليك المخرج يقول خلاص انتهى الوقت بقي لك ثلاث أسئلة إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب عليها شكركم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر